السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة أخرى من سلسلة هيوات رايحانا كمال نقدم لكم اليوم وصفة هائلة لديدة سهلة وسريعة في التحضير عبارة عن بورجر منزلي نحضر العجين الخبز وكذلك الحشوة السهلة ومبسطة بسم الله على بركة الله مكونات نبدأ بالحشوة عندي ما يعادل أربعمائة جرام من صدر ديال الجاج قطعت شرائح لكتكون شوية طويلة وعريضة لكم الختيار يعني تستعملوا الكيميا حسب الخبز اللي عندكم علبة من الياغورت الطبيعي وزن 110 جرام بالنسبة للتوابيل عندي لبزار سكنجبير القليل من الخرقوم عود لهو الكوركم القليل من بودرة التوم ومستعملات مما الهريسة والملح وممكن تعودوا الهريسة بفلف لحم رحلوة وعندنا عسر الحامض ما يعادل ملعقتان كبيرتان أو نصف ليمونة حمضة ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون كنخلط المكونات كاملة كنضيفها على قطع ديال صدر الدجاج عسر الحامض وزيت الزيتون عسر الحامض اخذت نصف ليمونة حمضة عسرتها اعطتني ملعقتان كبيرتان وزيت الزيتون ما يعادل ملعقتان كبيرتان كنخلطه كل شي مزيان ممكن في هاد المرحلة الطيبو للدجاج مباشرة انا غدي نخليه اربع ساعة تقريبا بما حضرت مكونات العجين نخليه جانبا مكونات العجين عندي 500 جرام من طحيل ابيض فورس مغربل ملعقة صغيرة غير مملؤة من الملح ملعقتان كبيرتان من زبدة تكون درجة حرارة الغرفة ملعقة كبيرة من سكر سانيدة مع ملعقة كبيرة غير مملؤة من خميرة الخبز الجاثة او الطرية والخميرة كسبقة بحسب الجو سنضيف لها الحليب الدافئ اللي عندي هنية 300 مللات غدية للحليب الدافئ ما يعادي جوش كؤوس بقياس كأس العنبة وعندنا بيضة كاملة نخلطو الخميرة والسكر مع الحليب نصف كمية الحليب ونخليوها دقائق حتى تتفاعل يعني مباشرة تتفاعل لنا عندنا الحليب دافي بعد ما تتفاعلت الخميرة نضيفها على الطحين وباقي المكونات هاد العجين ضروري ما يكون عجينة اللي رطبة وخفيفة حتى تحصلوا على نتيجة جيدة في الاخير كنخلط كل شي المكونات نضيف كمية الحليب المتبقية ونحصلوا على العجينة اللي مرخوفة كما تلاحظوا معايا ما زال غادي نضيف لها هذيك ملعقتان ديال الزبدة ما تخافوش وخاة تبقى تلصقليكم وخاة تتمحن لكم شوية ستجعلها ستحصلوا على نتيجة ممتازة نضيف الملعقة الأولى لا تنضيفها بثاف لا تنضيف معها مجهود كبير سأخذ هذه الملعقة الأولى نضيفها ونجيبها حتى تنساجم مع مكونات العجين ونضيف الملعقة الثانية بنفس الطريقة حتى تدخل في العجين آخر حاجة بعد ما تجمع لي العجينة بهذيك الزبدة اعاد غادي نرش شوية من ديال الطحين كما تلاحظوها وداها وقوة من العجين كيكون عجينة اللير طباء وخفيفة بعد مجمعتها ما ضفتش لها الطحين نهائيا هذيك الزبدة كانت كافية انها تجمعها ليه ما سبقاش تلصق هنا ايه كان نرش المكاة اللي غادي نخليها تخمر فيه بالطحين لاحظو معايا خفيفة بزاف ورطبة نغطيها ونخليها كتخمر بما كملت باقي المراحل واحد اربع ساعة تقريبا الجاج خليته اربع ساعة ترقد وضعته في مقلات وضعته على نار متوسطة ما ضفتش ليه لما نهائيا نخليه حتى كي نشفو كي طيب بعد ما خملت لي العجينة يعني انا مشيت معاكم المراحل خطوة خطوة كما كتلاحظو كيتضعف الحجم ديالها كنخرجو منها الهواء ما كتبقاش كتلصق نهائيا وعجينا اللي خفيفة ورطبة مزاف هنا لكم الاختيار كتقسموها بحسب الاختيار ديالكم مبغيتو هاد البورجر كيجي متوسط او صغير او كبير هاد شي كيبقى راجع لكم انا غادي نقسمها تقريبا التسعود ديال الكوريات ممكن تقسموها العشرة ممكن اتناعج ممكن اقل حسب الحجم اللي بغيتو انتو مغير ديروا في بالكم ان العجين راه كيخمر وكيددعف حجم ديالو في الفران يعني كيددعف على حجم الكوري اللي غادي تشكله في الاول كم قنا اخذ الكوريات ديالي كنرش السطح العامة بشوية ديال طحين كناخد صفيحة ديال الفورن اللي في ورق الصلفة غيزي ونحاول نبسط شوية هادوك الكوير هتلاحظوا معي العجينة راه خامرة يعني كان الجو ساخن يعني الخمرات اللي مباشرة كما كتلاحظو خامرة هنا في هاد المرحلة غادي نخليه خمسة دقيق فقط ما نخليش يخمر بزاف خديت بيضاء صغيرة مع القليل من الحليب السائل نخفقها مزيان وندهن الخبز ونشعل الفران كي يسخن واحد العشرة دقيق قبل وندخلو الخبز ديالنا حتى كيتنفخ وكيتحمر هاد نخرجوه ندهنه هنا في المرحلة الأولى وندهنه مرة ثانية كي نحصلوه على لون جميل انا هنا زينتو بالخرطال اللي هو الشوفان ممكن تستعملو غير زنجلان فقط التجاج بعد ما طاب ونشف لاحظوا معي كيف يكون غادي ندخلو الفران كي نشف شوية الوقت لكي يطيب لي الخبز خبز خبز وخبز وزيت زيت ونشحرها فوق نار متوسطة حتى كدبل وكطيب الخبز ديالي بعد ما طاب خدوقته حتى طاب كما تلاحظو كي يجي اللون دياله محمر هائل ديما تخرجو الخبز ديالكم للبريوش غطيوه لكي ترجع لي ديالك الحرارة لاحظو معي القوام دياله خفيف بزاف كي يجي عاجين اللي يرتب هائل وصفة اللي ممتازة نجي اللون دياله مذهب قد نخلي حتى يبرد احد غا نقسموه من نصف حتى يبرد ونقسموه من نصف ونوريكم كيف يجي الشكل دياله من الداخل هنا وخا ما زال ما بردش مزيان يعني نوريكم الشكل دياله لاحظو كي يجي واحد العاجين واحد الخبز اللي ممتاز ان شاء الله تجربوه انا متأكدة غتيتجربوه بإذن الله لاحظو معايير طبو خفيف بالنسبة باش غاديين غاديين ناخد المايونيز ممكن طفولها الكيتشوب ممكن طفولها سوس حارة ممكن طفولها اي حاجة من الاختيار ديالكم عندي الخص عندي دجاج عندي البصلة طيبة وعندي فروماج صندويج هنا بالنسبة المايونيز انا استعملت ملعقة صغيرة ديال الخرد اللي هو الموتار ديال نضيف الكيمياء اللي كتناسبني ديال المايونيز باش ندهن الخبز بالنسبة للدجاج الوقت اللي انا كنت كان طيب الخبز دخلت الدجاج بعد ما تطعب ما كيخرش لنا الوقت بزاب كيما كتعرفوا الاصدار ديال الجاج بعد ما نشوف المقلع وطع تشوف هذا الصحن باش ندخله الفران دخلته مدة تقريبا ديال عشرة دقائق ندهل الخبز بهذيك السوس اللي حضرنا ونوضعوا البصلة شرائح اعاد الخص عاد قطع ديال الجاج واخر حاجة جبن ديال السندويج وطبع تلحنتو ما كتختارو يعني الطبقات حسب رغبة ديالكم اللي بغيتو تسبقوها كتسبقوها ممكن تفحت شرائح ديال الطماطم اللي كم حريات الاختيار وكنقدموهم بصحة وراحة للافراد الاسرة ديالنا هدا والشكل النهائي ديالهم كتجي وصفة اللي هائلة حضرناها في المنزل ديالنا عرفنا عشو نستعملنا فيها طبعا الحالي اللي عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنسوش وضع لايك للفيديو ومشاركتوهم على الأصدقاء ونتلقوا في وصفة جديدة بإن الله في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة